وانس حسيم عايزة أبدأ الأول أتكلم على مجموعة شركات وطن الأول في مصر والتعاون اللي بيتعمل من خلال إبداء مجموعة شركات وطن هي أصلا المقر الرئيسي في السعودية موجود بعض الشركات منها موجودة في مصر بقيادات وكفاءات شابة مصرية بالنسبة 100% من أول الإدارة مرارا بجميع المهندسين اللي موجودين كلها مصرية متواجدين في مصر بقالنا سنتين بنتوسع في السوق المصري بشكل مستمر من يوم ما بدأنا هدفنا بشكل رئيسي إطلاق منتجات رقمية مدعومة بالزكاء الاصطناعي تقدم قيمة مضافة للسوق المصري في المجالات اللي فيها مش بس احنا بنقدم منتج واحد بنقدم العديد من المنتجات في العديد من المجالات سواء في مجال الفينتك في الإي كوميرس في الإيديوكيشن في مجال التحول الرقمي بشكل رئيسي دايما عندنا رؤية مختلفة الجزء التحول الرقمي وهو التحول الرقمي التكاملي مش بنحاول نعمل تحول رقمي لجزء دونا عن الآخر بنحاول نقفل الدايرة علشان نخلق إيكو سيستم أو نظام متكامل يسد كل الصغارات اللي موجودة فنخلق عملية حوكمة وعملية استدامة للسيرفيس أو المؤسسة أو أي يكن اليونت اللي احنا هنحاول نعملها تحول لرقمي فنحن موجودين في مصر وهدفنا التوسع في مصر ومن مصر الانطلاق كمان لإفريقيا والتعاون طبعا مع إبدأ بدأ نحن نتوسع بشكل قوي في مصر وإن شاء الله بإذن الله معهم نقدر نتوسع في إفريقيا بشكل أفضل ترجمة نانسي قنقر